قاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلى الاهتمام اللازم لتزويد مدينة التصيرات المتكاملة بالمرافق العامة بكافة أنواعها وذلك لاستيعاب التضفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم مع تعزيز النظام الأمان في المدينة عن طريق الكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج سيارات والأفراد جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي بمدينة السيارات المتكاملة اطلع خلالها على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إطلاق الملتقة والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد ومن المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة وعلى رأسها قطع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات قالت وكالة مودز الدولية للتصنيف الاتمانية إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز فرص التمويل لمصر وأوضحت مودز أنه من المحتمل أن يؤدي حصول مصر على برنامج صندوق النقد الدولي إلى إضافة 6 مليارات دولار إضافية للدخل الرسمية مما يسهم في تلبية احتياجات التمويل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سوف يشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 المقرر أن تصديفها مصر في 6 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ وأضف بيان للبيت الأبيض أن رئيس جو بايدن سوف يشارك في قمة المناخ في شرم الشيخ وذلك ضمن جولة خارجية يقوم بها إلى مصر وكمبوديا وإندونسيا التقى وفدنا من تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين عددنا من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية في محافظة أسيط يأتي ذلك في إطار الاهتمام التنسيقية بعقد سلسلة جلسات نقاشية مع مختلف فئات الشعب بشتى محافظات الجمهورية وذلك بهدف الاستماع إلى أراء المواطني في القضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقها الخلال الفترة المقبلة وصلت تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين سلسلة الحوار الوطني التي أطلقتها بجميع محافظات الجمهورية وعقدت تنسيقية الجلسة النقاشية الثامنة تحت عنوان قضايا الحوار الوطني وذلك بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية من خلال اللقاء مع بعض الأهل والفلاحين الممثلين للمركز والمجتمع المدني وتضرقت الجلسة لعدد من التحديات مثل أحكام الرقابة على الأسواق والسلع وحماية المستهلك وخدمات البنية التحتية والصرف الصحي وخدمات الإنترنت وتوريد الأرز بمحافظة الشرقية حثة الأمم المتحدة الأطراف الموقع على اتفاق توسطت فيه المنظمة الدولية وسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على تجديد الاتفاق وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريج الضرورة الملحة للقيم بذلك للمساهمة في الأبن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم ختام مجاز الثامنة فاصل ونورد لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر